يا رب يا رب يا رب يا رب رفعت يديا رفعت يديا رفعت يديا بعدم الليالي وهل من سواك بصيرا بحالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا نسألك علم الخائفين منك وأخوف العالمين بك وبعد دعوت ربي سبق في الدروس الماضية حديث مقدمات في مسائل الدعاء وبدءا من اليوم أيها الإخوة سأضع بين أيديكم دعوات من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الدعاء أن تدعوا بدعاء القرآن الكريم أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما درس اليوم ففي دعاء نقرأه جميعا وفي كل يوم وقد جعل الله تعالى سورة كاملة دعاء وهي سورة الفاتحة لو راقبتم سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها لوجدتم أن الفاتحة دعاء بسم الله الرحمن الرحيم أول الدعاء تسمية وهذا من أدب الدعاء الحمد لله رب العالمين ثناء على الله من أدب الدعاء بعد افتتاحك بالتسمية أن تثني على الله عز وجل الرحمن الرحيم ثناء على الله مالك يوم الدين ثناء على الله إياك نعبد وإياك نستعين اعتراف بالربوبية واعتراف بالعبودية ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن سأشرح أيها الإخوة مركز سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وفي رواي بفاتحة الكتاب مركز أم كل شيء أصله فأصل القرآن الكريم ومركزه سورة الفاتحة وأصل الفاتحة ومركزها اهدنا الصراط المستقيم وحياة المؤمن كلها تدور على أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم ومن أكرمه الله تعالى بأن هداه إلى الصراط المستقيم فقد سعد في الدنيا وفي الآخرة ومن وجد على هذه الأرض وحاد عن الصراط المستقيم أو ضل عن الصراط المستقيم فياليته لم يوجد لأن حياته في شقاء وآخرته في عناء مركز حياتك أن يهديك الله الصراط المستقيم الهداية من الله تعالى أيها الإخوة ثلاثة أنواع فهداية عامة وهداية خاصة وهداية خاصة الخاصة أما الهداية العامة فهداية الله تعالى جميع المخلوقات إلى مصالحها فالله عز وجل هدى الطيور والأسماك والوحوش والإنسان هداهم إلى مصالحهم طائر السنون يهاجر من البلاد التي نزل فيها فصل الشتاء لينتقل إلى البلاد الحارة أو متوسطة الدفء حتى إذا انتهى فصل الدفء فيها وحل فيها شتاء يعود طائر السنون إلى البلد الذي كان فيه ونزل فيه الشتاء يكون الشتاء قد ذهب العجيب أن العلماء راقبوا طائر السنون فوجدوا أن الطائر السنون يعود إلى نفس أعشاشه في البلاد التي تركها فالذي هدى طائر السنون في رحلته ذهابا وإيابا إنما هو الله الهادي هناك أسماك تعيش عندما صب نهر النيل في البحر الأبيض المتوسط فإذا حان وقت التزاوج سافرت قطعت البحر المتوسط اتجهت شرقا وصلت إلى مضيق جبل طارق نزلت إلى المحيط الأطلسي مضت باتجاه سواحل الولايات المتحدة الأمريكية هناك تتزاوج في أعماق البحار ثم تضع الإناث بيوضها ثم تعود إلى مكان عيشها العجيب أن هذه البيوض عندما تخرج منها اليرقات وتتحول إلى سمكات صغار تعود من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية تخترق الأطلسي إلى مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط وتمشي هيك إلى مصب نهر النيل في البحر الأبيض المتوسط فمن الذي هدى هذه الأسماك لتعود إلى الأماكن التي تناسب عيشتها إنه الله الهادي هداية الله ثلاثة أنواع النوع الأول هداية عامة لكل المخلوقات هداها الله تعالى لمصالحها مرات أنا وإياكم نكون ماشيين بالطريق نرى رجل يعمل في تسوية جدران الأبنية بالطينة وبالإسمنت واقف على سلام مرتفع عن الأرض 60 متر تجدوا واقف على الخشبات أو 30 متر أو 20 متر أو أكثر أو أقل قاعد على الخشبات هو وصديقه يعملوا بالجدار وبعدين إذا دخلوا قليلا يساولوا كاسة شاي وقاعد فوق يشرب الشايات والله لو يعطوني مليون ورأة سوري لأطلع واقف وقفة واحدة فوق ما بطلع بواقف بس الله عز وجل هداه هداه إلى تأمين مصالحه هو مبسوط ومسرور ومرتاح بزمانه لضحكهم إجاني على العيادة مريض بيشتغل بالتمديدات الصحية أنا وعمب أعالجوا قال لي الله يعينك يا دكتور ما تتحمل شغلتك طب أسنان قال لي والله شغلتك بتأزز يعني نفسه الواحد بتأز بقى هو يشتغل بالتمديدات الصحية وبالمياه المالحة كمان قالوا ما بنا نعمل كلهم ميسروا واني ما خلق له الله عز وجل هذا الخلائق تعجب أنت كيف في واحد فران واقف على بيت النار والله شيء عجيب تعجب من إنسان مرات في إنسان يشتغل بالبناء وبالهدم وبالعمار يقول لك أنه أنا تأعدني أفتح كتاب ساعة زمان يقول لك ميت بلوكة ولا تفتحني كتاب أقرأ فيه لمدة ساعة سبحان الله كلهم ميسروا لما خلق له الله عز وجل هدى العبادة إلى مصالحهم ليعمر الكون فالهداية من الله ثلاثة أنواع هداية عامة لجميع المخلوقات حتى تحصل مصالحها وهداية خاصة وهي لبني آدم وهي هداية الدلالة على طريق الخير والشر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ أن يُلْقِ اللَّهُ تعالى التَّوْفِيقَ في قلبيك حتى تسلك جادة الصواب يا إخوانا من الذي ألقى في قلوبنا أن نأتي إلى المسجد أن نأتي إلى المسجد فنقف بين يدي الله تعالى في هذه الصلوات في ناس أزكى منا بكثير في ناس أقوى منا بكثير وفي ناس أجلد منا وأصبر منا بكثير ما ألقى الله في قلوبهم أن يكونوا في المساجد ربما هم موجودون الآن في أماكن فيها معاصي لكن فضل الله تعالى علينا أنه ألقى في قلوبنا هداية التوفيق من الذي ألقى في قلوبنا أن نصوم هذا فضل من الله عز وجل من الذي ألقى في قلوبنا أن نأتمر بأمر الله وننتهي عنه الله هذا فضل من الله عز وجل والله لا بذكائك ولا بعلمك ولا بأفعالك وإنما تجل من الله تعالى عليك وفقك لتكون في هذا الطريق قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إليه من يشاء إنك لا تهدي يعني إنك يا محمد لا تلقي في قلوب العباد توفيق الهداية لكن هذا الأمر من عند الله عز وجل الآن نحن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب ألقي في قلوبنا توفيقك حتى نسلك الصراط المستقيم يا أخوانا في جامعات في دول أوروبية تعطي شهادة دكتوراه بالشريعة بس المدرسون يهود بروفسور بالتفسير بتفسير القرآن الكريم بيعرف بتفسير القرآن الكريم أكثر مني ومنك من كلنا نحن الأعدين بس يهودي معه هو أستاذ دكتور بعلم الحديث النبوي الشريف بس يهودي يعني ما يملكه من العلم أكثر مما نملكه جميعا ونحن أحيانا أحيانا يكون الواحد بيننا بسيطا إنسانا بسيطا لكن الله عز وجل ألقى في قلبه الهداية إذا قرأ آية اقشعر بدنه إذا قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه ما بيستطيع يترك سن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأخوة يحضر هنا قال لي جدتي امرأة مسنة لها من العمر ثمانون سنة عمياء اللي جدتي في كل ليلة تصلي تمرك اعتهجد صيف شتي خريف ربيع امرأة ثمانين سنة عمياء الله أكبر من ألقى في قلبها هداية التوفيق للطاعة رب العالمين واحد من الأخوة يحضر هنا سجل في كلية الدعوة الإسلامية في جامع أبي النور لما سجل بالسنة الأولى درسوا فقه العبادات بألف فقه العبادات في مبحث الوضوء بألف الوضوء أنتم تعرفوا بالوضوء في أركان وفي سنن الركن إذا تركته انتقض العمل السنة إذا تركته يعني العمل ينقص العمل صحيح بس نائس بقى هو لما أخذها بقى من أركان الوضوء أنك تغسل وجهك تغسل يديك إلى المرفقين مرة مرة تغسل قدميك تمسح على شعرك هذه هي الأركان المضمضة هذه هي سنة الاستنشاق سنة لثلاث مرات سنة يعني المرة الأولى فرض بس رقم اثنين وثلاثة سنة فهذا الأخ شاف والدته عم تتوضى هي وعم تتوضى أمه بقى أمه عم تتوضى ثلاث مرات إيدا اليمين وثلاث مرات إيدا اليسار قال لأماما إذا بديك أنت إذا توضيت مرة وحدة صح يعني بالوضوء هذا بتكوني ساويت الركن هدون التانيات سنة يعني لو ما ساويت يوم ماشي الحال بقى أمه امرأة طاعنة بالسن قالت له أنت آيم تتفهما علي هاي سنة سيدنا محمد الله أكبر شوف من ألقى في قلبها التوفيق لاتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما منقول اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب ألقي في قلوبنا هدايتك وتوفيقك حتى نستمر على هذا الصراط المستقيم سيدنا أبو هريرة دعا أمه إلى الإسلام فلم تسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا قال يا رسول الله ادعو الله لأمي حتى تسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة قال فخرج أبو هريرة من عند أمه مستبشرا فرحان ندعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلما وصلت إلى باب الدار سمعت خشخشة ماء فقالت لي على رسلك لا تدخل حتى أخرج عليك قال وإذا هي تغتسد كان داخل بيوتهم يعني حجر صغير عم تغتسد داخل البيت ومسكر الباب قال فلما انتهت خرجت إلي ففتحت لي الباب وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال فبكى أبو هريرة من الفرح يا أيها الإخوة إذا ألقى الله تعالى في قلبك الهداية حق لك أن تبكي إذا ألقى الله تعالى في قلبك التوفيق للالتزام بطاعة الله عز وجل حق لك أن تتيه على هذه الدنيا لأن الله عز وجل تجلى عليك بتوفيق العبادة ما استطعتم يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات أن تسألوا الله عز وجل الهداية افعلوا جاء في خطبة اليوم ما معنى اهدنا الصراط المستقيم ونحن من أهل الصراط المستقيم العلماء قالوا أمران اثنان اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب زدنا هداية في هذا الطريق مسلم لا يتوقف عند خير ما دمت حياً أد ما بتقدر تزيد الخير في الصراط المستقيم افعل واسأل الله عز وجل أن يعينك عليه يعني مرات في إخوة منا الله عز وجل المألقي في قلوبه للتوفيق لبذل مالهم في سبيل الله سبحان الله في ناس آخرين يعني مسيكين بيقول لك والله أنا نفسي ما بتطاوعني ادفع واحد من الإخوة يحضر معنا قال لي يا أستاذ أنا منعيني وسعادتي كلها تأتي إذا دللت على رجل مكسور وكنت سبباً في جبري كسره قال لي يا أستاذ يا لطيف شو بفرح والله مر قال لي الكلام قديم من خمس ست سنين قال لي أرجوك بس عم بيحاكيني مثل الواحد يعني غريق يتغوث قال لي أرجوك إذا بتعرف شي حدا مكسور وأنا تعرف إنه أستطيع أن أجبره رجاءً بتدلني عليه الله أكبر يعني يطلب مني مشان الله الله يخليك هذا توفيق يا أيها الإخوة في بعض أخوة بيناتنا عنده بر الوالدين سعادة السعادة هذا توفيق في بعضنا عنده قيام الليل صنو حياته هذا توفيق في بعضنا عنده يعني محبة وشغف في صلاة الجماعة هذا توفيق في بعض منا عنده محبة للصيام هذا توفيق إهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب زدنا هداية في هذا الطريق فيا أخوانا مهما بقينا أحياء ما استطعتم أن تسألوا الله إهدنا الصراط المستقيم من قلوبكم ليزيدكم ثباتا في هذا الطريق افعلوا والمعنى التاني لإهدنا الصراط المستقيم ما دمنا نحن نمشي في الصراط المستقيم إما زدنا في هذا الطريق وإما ثبتنا على هذا الطريق لأن المسلم يخاف بعد أن رقى على سلم القرب إلى الله عز وجل أن ينقلب لا سمح الله على عقبيه وكلما ارتفع أكثر كلما خاف أكثر لأنه اللي بوع من الدرجة الأولى بالسلم سهل والتاني سهل بس إذا صرت بالدرجة تسعة وتسعين السقوط منها مؤلمون جدا لذلك إهدنا يعني يا رب ثبتنا ويا رب زدنا نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يلقي في قلوبنا التوجه إليه والانشغال بحضرته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر